الجالب المصري طبعا عندنا مسلس وجومي طبعا قو جدا محمد صلاح هيبقى ورقة ربحة جدا مع الراجل الصغر الكبير ده وبطيء شوية طبعا ترزيجين ناحية الشمال طبعا مصطفى التزديد والقراط العالية فلوس الملعب يمكن احنا فيه الاراء كلها مختلفة لكن اللي انا شايفه انه هيدي فرصة اعتقد يمكن للنني سلية ونني ولا سلية وطارق ولا نني وطارق ايه تتواقع ايه في نص الملعب والله فكر حسام اعتقد انه هيدي للنني وهيدي للطارق ممكن طارق طبعا خط الظهر غير طبعا جمان افشة تحت اللي حضرتك تكلمت على سلاسي هجومي بتتكلم على في افشة طبعا قدامهم انا بتكلم على الاتنين اللي فيهم هيتمالكهم فيهم خلال انا متفق معك ان خاصة طارق بيقدي بالدور الدفاعي اكبر شوية يعني عمر السلية متميز جدا في الحالة الدفاعية ولجومية لكن هجومي اكتر شايفين النني كمان مع ارسنال بدأ ياخد ويستعيد السقة بشكل كبير جدا وبدأ يعمل دور تمانية او رقم تمانية بشكل اكتر من رائع انه هو اللي بيزيد ويبدأ يزيد في الحالة الهجومية وبالتالي اعتقد طارق حامد ما هو نكون الاختيار الاول لكابتن حسام جنب النني الحاجة التانية انه هو برضو لو برضو فيه تغيير مهمة هو ياخد حمد فتحي انه في حالة ان احنا جبنا جول او جولين او حاجة يحاول انه يقامن فممكن جدا يعني في حصة الملعب يعمل سطار على على خط الظهر بتاعه فممكن جدا ياخد ابشة وينزل حمد فتحي بعملين السلاسي ده بحيس انه محتاج بونط من الماتش ده لكن طبعا احنا دايما في منتخب مصر بنلعب على المكسل عندنا مشكلة في خطر في الحقيقة انا مش عارف عدت على حسام ازاي يعني كان عندي البداء اللي انا ما عنديش بعد ابو الفتوح ما اصيب واخرج من المعسكر انا جبت عبدالله طب ما انا عندي فيه واحد جاهز من البراميز اسمه احمد عندي وكان لسه راجع من افريقيا وولد اولا من الولادنا في الناد الاهلي ومن التربو في الناد الاهلي وولد باكلفت عالي جدا انا باستغرب ليه ما اتخذتش وابقى اصر ليه كابتن تستغرب يعني بالنسبة لك عبدالله جمعة مش جاهز مش جاهز زي احمد فتحي حمدي لا احمد فتحي احمد حمدي اسف احمد حمدي هو الاجهز اه عارفة اه هو الاجهز ملاحظاتك ايه اه على عبدالله عبدالله ماشي يعني الموسم اللي فات كان النجم الزمالي كلنا كنا بنشيط به ونقول لايما يبقى هو موجود في المنتقى في الفترة اللي فاتت اه ابو الفتوح وبياخد والدليل على كده ان حسام لما اخذ التشكيل اخذ ابو الفتوح لا اخذش عبدالله اه لما عبدالله اصيب اه لما اسف لما فتوح اه اصيب اه اخذ محمد اخذ عبدالله اعبدالله جمعة اه 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 قد العيب كويس بس يعني زي ما نتكلم سيام لعيب عنده خبرات كويسة يمكن كمان لعب بشكل اكثر من راعة مع جزئية الي يتكلم فيها يمكن كابتن حسام ان عبدالله جمعة الاقرب من الحالة البدنية يمكن أو قريب من الحالة الهجومية وكابتن حسامي عايز يهاجم أكيد ما فيش شك هنروح نلعب بطريقة هجومية وعايز تكسب المباراة نواحة الهجومية فرقة من ديت كابتن هاخد نقطة تكلمنا عليها لأيمن أشرف يعني تالي بنرجع نقول أن أيمن أشرف كان عنده إصابة في رجبته شايف الجزئية دي إزاي هل كان من الأفضل أن كابتن حسامي البدري يسافر بدون أيمن أشرف خاصة أنه عنده يعني عنده خلي بالك كمان في أحمد أيمن منصور أحمد أيمن منصور ده بيلعب سردباك وبيلعب بكشمال وبالتالي هل كان من الأفضل أن كابتن حسام يفضل أن أيمن أشرف يتعالج خاصة عنده إصابة في الرجب أنه يتعالج وينتظر التجمع اللي جاي ولا أنت شايف أن سفر أيمن أشرف كان ضروري جدا مع المنتخب في الفترة دي عمر مكاني لاعب أنا منزلش معايا كامرين كامل مرة واثنين وأخذه معايا وأوجازف به في كل الحالات لو لعب وأدى كان بيطبق لو تسبب أنه هو يبقى إصابة زيادة يبقى أن المنتخب خسره والنادي القالي خسره أنا بجازف ليه بحاجة أنا ممكن جدا أنه أنا حلاقه خاصة أنه أشرف في الماتش فيتا طالع مصاب وبعد ما راح التمرين وراح المعسكر ما تطرنش مع الفرق فأنا المجازفة دي يعني أنا أعرف أن حسام يعني فيه تفكير ناضج وفيه يعني فأنا حاجة دي الحاجة الوحيدة اللي بخود علينا طبعا بيبقى يعني بيبقى مدى جدا لحد دايما بينتقد الجهاز الفني خد فلان الاختيارات يعني الاختيارات دي بتاعت مدير فني بيبقى مدير فني كل الناس معروفين منتخب مصر في فترة الأخرانية إلى حد كبير العمود الفقري موجود بيتغير واحد أو اثنين أو ثلاثة يعني ترزيجيه محمد صلاح طبعا مصافة دخل يعني كان ممكن جدا وجهة نظبي كان يبقى مروان مثلا موجود لأن مروان خايمة دولية وخبرة دولية لا يستهم بها حتى لو قاعد معي على الدكة في ربع ساعة في أخر ربع ساعة لا يستهم بها